اشتركوا في القناة ومنازل وذلك في اعقاب مقتل باس الفخري البالغ من العمر 39 عام برصاص مجهولين وقد اغلقت المحالة التجارية وسط الخليل ابوابها بعد اندلاع موجة العنف حيث تم مهاجمة العديد من المحال وحاول رجال الامن السيطرة على اعمال العنف التي خفت حدتها قليلا اليوم الاربع لحول القوة الا بالله العلي العظيم وقال رئيس قسم الاتفاق في بلدية الخليل ان تواقم الاتفاق اخمدت النيران باكثر من 12 محلا تجاريا واكثر من اربع سيارات ومن جانبه اصدر محافظة الخليل اللواء جابرينا البكري اليوم السلاساء قرارا بحذرة الجوال في المحافظة وطالب المواطنين الالتزام في بيوتهم حفاظا على سلامتهم وجاء في القرار الذي نشر على صفحة الفيسبوك الى ابناء شعبنا في مدينة خليل الرحمن الالتزام في بيوتكم حفاظا على امنكم وسلامتكم ذلك بسبب الحالة الامنية الراهنة وسيتم اتخاذ الاجراءات القانونية بحق المخالفين وشهدت محافظة الخليل احداث عنف وحرق للمحالة التجارية والمركبات عقب مقتل مواطن اليوم السلاساء بعد اطلاق النار عليها اثناء قيادته مركبة اجرى قرب مفرق المدارس وسط الخليل نسأل الله السلامة